بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جابر المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومع تلك الخاصية أن محدد معكوس المصفوفة ترمينتوف A-1 يساوى 1 على محدد المصفوفة الأصلية وهذه قعدة ذهبية تعطينا قيمة محدد معكوس المصفوفة قبل أن نوجد عناصرها بغض النظر عن عناصر معكوس هذه المصفوفة يمكننا حساب محددها من هذه الصيغة والمثال التالي يبين ذلك يوجد محدد مصفوفة A-1 للمصفوفة A المعطاء كما هي أمامكم في البداية نحسب محدد هذه المصفوفة بأي طريقة أخذناها فمثلا يمكن أن نحسبها بطريقة الشبكة هكذا 1-0-2-0-1-1-3-2-0-1-1 ويكون الأقطار الرئيسية هذا وهذا 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 وغير الرئيسية فالأقطار الرئيسية هذا قطر صفر زائد صفر زائد صفر كلها أصفر ناقص غير الرئيسية فيها سالب 6-2 زائد صفر فيكون الأنجي النهائي هنا سالب 4 في سالب بالخارج إذن نوجب 4 ولحساب محدد A-1 هو 1 على محدد A يساوي 1 على 4 أي ربع بغض النظر عن عناصر المصفوفة A-1 اختبار وجود معكوس للمصفوفة square matrix A is invertible أي لها معكوس or non-singular بنفس المعنى if and only if إذا تحقق الشرط التالي determinant A لا يساوي 0 determinant A لا يساوي 0 بمعنى أنه إذا كان محدد المصفوفة A لا يساوي 0 تكون المصفوفة invertible وإذا كان المحدد يساوي 0 كانت هذه المصفوفة ليس لها معكوس أو singular matrix والمثال التالي يبين ذلك في المحدد الذي أمامنا يساوي 0 وهذا يؤدي إلى أن المصفوفة التي أتى من هذا المحدد وهي هذه المصفوفة ليس لها معكوس ولماذا هذا المحدد يساوي 0 لأن لو نظرتم العمود الثاني C2 يساوي سالب 2 في العمود الثالث سالب 2 في سالب 1 موجة ب2 سالب 2 في 1 بسالب 2 سالب 1 في سالب 2 بموجة ب2 أي أن العمود الثاني هو عبارة عن ضعف العمود الثالث بعكس الإشارة أي أن هذا المحدد لابد أن يساوي صفرا ومعنى ذلك أن هذه المصفوفة ليس لها معكوس نقال لها singular matrix أو non invertible غير قابلة للعكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر